الأحماض القوية والضعيفة توجد عدة تعريفات للأحماض ولكن الأشهر على الإطلاق هو ذلك التعريف الذي ينص على أن الأحماض هي المواد التي تطلق أيونات الهايدروجين H+, وأيونات الهايدرونيوم H3O+, عند ذوبانها في الماء حيث يتحد أيون الهايدروجين مع أيون الماء لتشكيل أيون الهايدرونيوم حياتنا مليئة بالعديد من الأحماض مثل حمض الستريك في البرتقال وحمض الكبريتيك الذي يستخدم في المختبرات والمعامل وتعتمد قوة الأحماض على كمية أيونات الهايدروجين البدولة فيها فإن زادت كان الحمض قوياً وإن قلت كان الحمض ضعيفاً فالأحماض القوية جزيئاتها غير متأينة وإن تأينت بإذابتها في الماء فإنها تعطي بروتونات أو أيونات الهايدروجين في الماء وبهذا فإن ثابت التأين في الحمض القوي كبير جداً لأن كل جزيئات الحمض تتأين أما الأحماض الضعيفة فإنها غير متأينة وما إن تمتزج بالماء حتى تتأين ولكن بعد وقت قصير يحدث تفاعل عكسي وتعود الأيونات للجزيئ مرة أخرى وبهذا فإن ثابت التأين في الحمض الضعيف صغير جداً لأن التأين في الحمض الضعيف جزئي ترجمة نانسي قنقر